استقبل محافظ شمال سيناء خالد مجاور السفير الألماني في القاهرة يورغن شولتزا وخلال اللقاء عرب شولتزا عن تقديره لمصر على الجهود التي تبزلها في إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطع غزة نحن نثمن الدور الكبير الذي تقوم به مصر على مستوى الملف الإنساني والإغاثي منذ بداية الأزمة وفي العام الماضي قامت ألمانيا بتقديم كميات كبيرة من المساعدات الإنسانية والإغاثية لقطاع غزة ونحن نطالب بضرورة حماية المدنيين والنساء والأطفال وقد رأيت بنفسي عدداً كبيراً من شاحنات المساعدات الإنسانية والإغاثية تعود مرة أخرى من معبر كرم أبو سالم دون أن تفرع حمولتها على الرغم من الحاجة الماسة لهذه الاحتياجات الملحة لأهل غزة ولذا سننقل ما رأيناه للحكومة الألمانية فيما يتعلق بالأوضاع الإنسانية الصعبة داخل غطاع غزة ترجمة نانسي قشق ترجمة نانسي قنقر